بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم طلابنا طلاب الصف الحادي عشر مع درس من دروس اللغة العربية وعنوانه الأدب في العصر الأموي الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يوضح مفهوم العصر الأموي وأهم المتغيرات فيه يبين أبرز مظاهر التجديد الشعري في العصر الأموي يعدد أهم خصائص الشعر في العصر الأموي وعند تناولنا لواحد من موضوعات الأدب فإننا نتذكر المؤرخين عندما قاموا بتقسيم الأدب العربي إلى عصور وبدأت هذه العصور بالعصر الجاهلي ثم عصر صدر الإسلام ثم العصر الأموي ثم العصر العباسي ثم العصر الأندلسي وختاما جاء العصر الحديث نتوقف في هذا اليوم مع الأدب في العصر الأموي يطلق العصر الأموي على تلك الحقبة الممتدة زمنيا من السنة الواحدة والأربعين من الهجرة إلى السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الهجرة وقد كان ذلك منذ تولي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة حتى عهد مروانة ابن محمد آخر خلفاء بني أمية والأدب أعزائي الطلاب هو الإبن الشرعي للمجتمع يتأثر بحياة الناس ويؤثر فيها لذا فإننا سوف نوضح لكم بعض المتغيرات التي أحاطت بتلك الفترة الزمنية فقد مرت الدولة الإسلامية في تلك الحقبة بمتغيرات على مستويات عدة المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال الأدبي ومن التغير السياسي في هذه الفترة انتقال حاضرة الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق واستمرار حركة الفتوحات الإسلامية ونجمل التغير الاجتماعي والاقتصادي والأدبي في نشر العقيدة الإسلامية واللغة العربية وآدابها وامتزاج حضارة العرب المسلمين بحضارات البلاد المفتوحة مما كان له أثر اجتماعي وثقافي واقتصادي كبير ولا سيما في الأدب العربي الذي لم يعد قاصرا على الجزيرة العربية وكان للبيئات الجديدة أثرها في كافة مناحي الحياة آنذاك فنون الأدب في العصر الأموي تنقسم إلى الشعر والنثر الفني ونقصد بالنثر الفني الخطابة والكتابة وسوف نركز في درس اليوم على الشعر ومظاهر التجديد فيه وأهم خصائصه في العصر الأموي فهلنبنا أيها الأعزاء بالفعل قد هبت على الشعر في العصر الأموي رياح التطور والتجديد وعلينا أن نقف على مظاهر التجديد في الشعر الأموي وأبرز مظاهر التجديد في الشعر ظهور ما يسمى بالشعر السياسي وتطور شعر الغزل في ثلاثة طيارات وظهور شعر النقائض وظهور شعر الزهد وسنتناول تلك المظاهر بشيء من التفصيل أما عن ظهور ما يعرف بالشعر السياسي فكان للأمويين شعراؤهم ومن أمثال هؤلاء الشعراء جرير والأخطر وكان لمعارض حكم بني أمية شعراؤهم أيضا ومنهم عبيض الله ابن قيس الرقيات أما الغزل فقد انقسم إلى ثلاثة أنواع الغزل الحضري وهو الغزل المادي الصريح الذي يتحدث عن مفاتن المرأة مباشرة والغزل العذري البدوي وهو الذي يتحدث عن العواطف ولكنه لا يتناول مفاتن المرأة والنوع الثالث هو النسيب أو الغزل التقليدي المعروف وقد تنوعت أسباب هذا الغزل بتنوع أشكاله المختلفة فمنها استقرار الحواضر الإسلامية وحياة الرفه واللين وذلك فيما يخص الغزل الحضرية المادي أما الفقر والحرمان والتمسك بالدين والعادات والتقاليد فقد لعب دورا في انتشار ما يعرف بالغزل العذري أو الغزل العفيف ومن مظاهر التجديد أيضا كما أوضحنا ظهور شعر النقائد فما المقصود بهذا الشعر؟ هو نوع من الهجاء حيث كان يهجو الشاعر فيه شاعرا آخر فيجيبه خصمه بقصيدة على وزن القصيدة الأولى وعلى قافيتها وقد نبغ في هذا الباب جرير والفرزدق والأخطر أما المظهر الرابع من مظاهر التجديد فهو ظهور شعر الزهد ويعد هذا الشعر رد فعل معاكسا لشيوع الغناء وذيوع شعر الغزل فدعا بعض الشعراء إلى الفضيلة وعدم التعلق بالدنيا وزخرفها وقد تمثل ذلك في شعر الزهد وننتقل معا إلى محطة أخرى في العصر الأموي هذه المحطة تتمثل في خصائص الشعر في العصر الأموي فبما اتسم الشعر في العصر الأموي كانت مفرداته إسلامية في جميع الأغراض إلا في غرضي الفخر والهجاء فقد استمدت تلك المفردات من العصر الجاهلي وتراثه وثقافته وفي جانب الشكل فقد التزم الشعراء في هذا العصر بوحدة الوزن والقافية فساروا على وزن واحد وقافية واحدة في القصيدة العربية كما سارت القصيدة في هذا العصر في بنائها الفني على نهج القصيدة الجاهلية من الوقوف على الأطلال والبدء بالغسل وتعدد الأغراض وغير ذلك وقد سجل الشعراء في قصائدهم الكثير من الأحداث والوقائع فيمثل هذا الشعر سجلا تاريخيا للأحداث التي وقعت في هذا العصر الآن أعزائي الطلاب هلما إلى مصدر التعلم في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة لنحل التدريبات ونسترجع هذه المعلومات التي قد درسناها السؤال يقول كيف ساعد توسع الدولة على تطور الأدب في العصر الأموي حتى تتمكن أيها الطالب النجيب من الإجابة عن هذا السؤال عليك أن تتوقف عند مكوناته مما يتكون السؤال يتكون من توسع الدولة وعلاقة ذلك بتطور الأدب نعم أيها الطالب النجيب فخجأت اللغة العربية مع العرب الفاتحين وامتزجت الثقافة العربية مع ثقافات أخرى وتلاقت اللغة العربية مع لغات أخرى ولا بد أن يخرج لنا أدب يعبر عن هذا الامتزاج لذلك نقول في إجابة السؤال من خلال انتشار اللغة العربية وآدابها وامتزاج حضارة العرب المسلمين الفاتحين وعاداتهم بحضارات البلاد المفتوحة وكان من آثار ذلك تلون الأدب العربي بثقافات تلك البلاد السؤال الثاني ما أهم أسباب ازدهار شعر الغزل في العصر الأموي؟ تتمثل الإجابة عزيزي الطالب في استقرار الحواضر الإسلامية وحياة الرفه واللين وقد تسبب ذلك في انتشار الغزل الحضري أو الغزل المادي الصريح وهناك أيضا الفقر والحرمان والتمسك بالدين والعادات والتقاليد وقد كان ذلك سببا في انتشار النوع الآخر من الغزل وهو الغزل العذري أو الغزل العفيف البدوي ما المقصود بالنقائض؟ وما العوامل التي أدت إلى انتشارها وذيوعها في العصر الأموي؟ أما النقائض فهي شعر يقوم على الهجاء حيث يهجو الشاعر فيه شاعرا آخر فيجيبه خصمه بقصيدة على وزن القصيدة الأولى وعلى قافيتها محاولا نقض ما جاء به الشاعر الأول أما أسباب انتشارها فعودة العصبية القبلية التي وجدت مناخا ملائما في ذلك العصر بصراعاته السياسية شكرا لكم أعزائنا الطلاب وإلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من درس الأدب في العصر الأموي لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته